لكن المرأة التالتة اللي شفاها المسيح كانت نازفة الدم عجيبة نازفة الدم أعدت يا مسكينة 12 سنة تنزف ونازفة الدم في نظر المجتمع اليهودي امرأة نجسة وكانت بتفخط قواها عندها أنيميا ضعيفة مش قادرة تبز المجهود وكانت وكانت أنفقت معيشتها على الأطباء ولم تستفد شيئا وياما ستات كتيرة ورجالة كتيرة عندهم نزيف كتير في حياتهم نزيف مشاعرهم نزيف في عواطفهم نزيف في محبتهم نزيف في أموالهم في فاقد كتير في العمر لكن هذا الفاقد يجي المسيح ويحوله يقولي كتاب لمسته قالت لو لمست سوبه في الحال هطهر وفعلا شفاها المسيح أيضا نازفة الدم لكن كمان المرأة المنحنية يحكي الكتاب عن امرأة منحنية تسأل داود قديما وقال لماذا أنت منحنية يا نفسي ولماذا تأنينا فيا ترجي الرب لأني بعد أحمده نفس منحنية بص بص زي عاملة زي نمرأة اتنين كده بص الأرض مسنودة على عكاز لو شاهد العكاز تقع تتكسر يقول الكتاب حاجة جميلة أوي وضع يديه عليها فاستقامت حط يده عليها امتلكها لما حط يده عليها اتغير حالها وضغيرت أيامها خليه حط يده عليك النهاردة قل له حط يدك علي يا رب انت حطيت المرأة المنحنية كانت مسنودة على العكاز ما بقتش محتاجة العكاز كان كل نظرتها للأرض لكن اتغير حالها وبدأت تبص الفوق أول وأبرع شخص شافته كان هو المسيح الأبرع جمالا من بني البشر المسيح بيحب الرجالة بيحب الستات بيحب الكبير بيحب الصغير بيحب المحتقر من المجتمع بيحب اللي ملوش حد بيحب اللي عنده مركز وكمان بيحبك وبيحبك جيها على شانك المسيح نظرته للمرأة نظرة مختلفة تعالوا بينا ناخد فاصل سريع ونرجع بسرعة نكمل ونشوف المسيح عمل إيه مع المرأة أهلا بيك مجددا عزيز المشاهد كنا بنتكلم في بداية الحلقة وده موضوع حلقتنا النهاردة عن المسيح وعلاقته بالمرأة في كل قداسة وفي كل رفعة وفي كل سمو ما أعظم هذا الشخص حرر سيدات كثيرات وتعامل بكل الحب مع الجميع الحب الطاهر المليم بالقداسة لا ليأخذ لكن ليعطي ويهم أبن الفاصل كنا بنتكلم عن أدية المسيح في روعته اهتم بالمرأة وشفى سيدات كثيرات لكن كمان المرأة كان لها دور في العطاء الكتاب يحكي نفلوء 8 يؤنى امرأة خوزي وكيل هيرودس وسوسنة وأخر كثيرات كنا يخدمناه من أموالهن كانوا يهتموا بأنه يقدموا له كتير لأنه من يده وأعطيناه ما أعظم هذا الشخص ابل عطياهم واهتموا به وما قال لاش أنت امرأة لاقصة ما قدرش أخذ منك يلا مع السلامة لا لكن ادالها إيمة وقال لها أنا هقبل عطيتك لكن كمان كان فيه أمثلة عن رجالة آه فيه أمثلة عن رجالة المسيح اهتم بيهم وسأل عليهم زي مثلا قال خرج الزارع ليزرع أمثلة كثير الرجال وكمان فيه أمثلة لسيدات المسيح الأربع أمثلة عن سيدات المثل الأول عن المرأة صاحبة الدرهم المفقود كان فيه واحدة ستة عندها درهم وقع منها ضاع تدت تهتم بيه وسألت عليه وفتشت في كل مكان لحد ما لقيته والمسيح مدعها العزارة الحكيمات والعزارة الجاهلات في بعض الناس يقولوا المسيح ادخل العريس وأغلق الباب لا 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 خلي بالك أغلق الباب ديت معناها نهاية العمر ونهاية الأيام معناها الموت والموت لكن ليس أغلق لأنه لو كان يفكر بطريقة ناجسة ما كان يخذ العشر على بعض مثل آخر هو مثل المرأة وقاضي الظلم امتدح المسيح لأنها كانت امرأة مظلومة وفي قاضي ظالم والمسيح استخدم المرأة في مثله والمرأة وصاحبة الفلسين المرأة الفقيرة صاحبة الفلسين